مع ساعات الصباح الأولى افتتحت مراكز الاقتراع هنا في إقليم كردستان العراق أبوابها لاستقبال المصوتين في يوم الاقتراع الخاص وهم كل من النازحين وقوات الأمن العراقية النازحون هنا في الإقليم المتواجدون داخل مخيمات النزوح لا يحق لهم التصويت إلا في مخيمات النزوح التي يقطنون فيها وكل واحد منهم لديه آماله وطموحاته والله الدنيا يعني الإنسان لازم يكون دائما عنده آمل فإن شاء الله نطمح يعني بالتغيير والصوت علينا نحن نؤدي العليان أول على الله على الله بس أنت لازم تأدي هذا الصوت يعتبر أمانة تتم عملية الاقتراع وسط إجراءات أمنية مشددة يأتي المقترع فيقدم أوراقه الثبوتية كهوية تعريفية إضافة إلى بطاقة الناخب وبعد التثبت من صحة المستمسكات يتم منحه ورقة الاقتراع فيذهب بعد ذلك إلى كابينة للاقتراع تكون سرية بعد ذلك يقوم الناخب بوضع ورقته داخل صندوق الاقتراع وينضم إلينا الأخ زهير يحيى وهو مراقب لأحد الكيانات السياسية مرحبا أخ زهير أريد أعرف من جنابك الكريم اليوم عملية الاقتراع هل شابت هاي مخالفات كأن تكون الأجهزة توقفت عن العمل أو أن هناك تأثيرات على الناخبين تكون خارجية للاقتراع إلى أطراف لربما محددة السلام عليكم والله من ساعة 7 بدأنا بالعملية وإن شاء الله عملية مستمرة والجهاز ماكو أي شكال على الجهاز الاكتروني والناس يجون ماكو لا استحام وإن شاء الله مستمرة أجهزة الاكترونية شغالة مية بالمية يتواجد في إقليم كردستان نحو 800 ألف نازح بحسب آخر إحصائية لوزارة الهجرة والمهجرين يحق لنحو 50 ألفا من بين هؤلاء الإدلاء بأصواتهم يتوزع النازحون في إقليم كردستان على مخيمات النزوح بواقع 16 مخيمة في محافظة دهوك و6 في أربيل إضافة إلى أربعة مخيمات في محافظة السليمانية يوسف الحسيني الحرة من مخيم هرشم للنازحين أربيل